غزة كانت بوابة الرد الإيراني على إسرائيل من خلال حرب بالوكالة بحسب تقرير أمريكية نيويورك تايمز قالت إن إيران لم تخفي سعادتها إذا الضرر الذي ألحق بإسرائيل بل وجهت وسائل الإعلام الحكومية والمعلقين للترحيب والإشهادة بدور طهران في دعم وتسليح الفصائل الفلسطينية في غزة ونقلت عن مستشار إيراني قوله إن حرب غزة كانت مفيدة لإظهار ما أسماها قدرات إيران التقرير أضاف أن القيادات الإيرانية سعت لإيجاد طريقة للرد على الهجمات الإسرائيلية التي طالت القطاع النووي الإيراني والعاملين فيه لكن دون المخاطرة بحرب مباشرة مع تل أبيب أو خطر إفشال محادثات فيينا الصحيفة التقت بمحللين إسرائيليين قالوا إن إيران اعتقدت أن بإمكانها إعادة رسم سياسة الردع ضد مزيد من الهجمات الإسرائيلية السرية في قلب إيران وفي الداخل بيّنت الصحيفة أن النظام وقطاعاً واسعاً من الإيرانيين يقفان على طرفين قيضة فالقيادات متحمسة للانتقام من إسرائيل وفي الجانب الآخر ترفض شريحة كبيرة من الشعب الانخراط في الصراع وقيام طهران بتحويل مليارات الدولارات إلى جماعات مسلحة تعمل لها بالوكالة في لبنان والعراق وسوريا واليمن ترجمة نانسي قنقر